سبعة عوام قضاها حسين في رحلة البحث عن العمل التي قد تطول لسنوات أكثر حاله كحال الكثير من الشباب الخارجين في العراق ممن طرقوا أبواب الوزارات الحكومية وتقدموا للعمل في مئات الشركات الأهلية دون جدوى يطالبون بفرصهم اللي بنوا نفسهم عليها اللي هي مثل الأكاديمية أو الفرص اللي قضوا فترة طويلة من حياتهم بيها فهم من حقهم نرجع ونقول هم من حقهم وهم طبعا هم مظلومين ونحن أيضا أنا الشخص منهم أيضا كذلك يشخص البعض أسباب ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بوجود خلال وغياب في التنسيق بين نظام التعليم العالي وجهات العمل الحكومي وفق احتياجات سوق العمل وعجز الدولة والقطاع الخاص عن توفير فرص عمل لتخفيف نسب البطالة لو كان هناك أعمار حقيقي ومستشفيات حقيقية ضمن المتوازنة مع العدد السكان الكثيف للعراق يعني أربعين وواحد واربعين مليون نسمة كان ذولا كلهم يعملون لو كانت هناك حملات أعمار وبنايات وتطور وطرق سريعة وبنايات وقطارات معلقة هذه كلهم هؤلاء الشباب تحتويهم معامل كثير من المعامل الأهلية مغلقة فنحن نحتاج أيضا القطاع الخاص يجب تنشيطها وبسرعة وتبدو أرقام العاطلين مقلقة والمقلق أكثر أنها في تزايد سنوي مستمر فهناك ستة ملايين عاطل عن العمل في البلاد رقم أعلن عنه مؤخرا من قبل الاتحاد العام لنقابة العمال في العراق دون وجود معالجات حكومية تكون قادرة على احتواء الأمر أو إنهاء هذا الملف الخطير محمد فاضل الغد بغدهد